أستاذي يقول الله في القرآن وخلقناكم أزواجا كثير من الناس يفهمون الآية أنها تقصد خلق النساء ليكونوا زوجات للرجال ولكن النساء لهم أزواج أيضا لقد قلت مرة بأن الزوجات سيمكنهن رؤية أزواجهم بآلاف الهيئات المختلفة الزوجات سيمكنهن رؤية أزواجهم بآلاف الهيئات المختلفة جميع النساء المؤمنات سيتزوجن في الجنة ولو لم يكن متزوجات في الدنيا ولكن أزواجهن لن يكونوا بالهيئة نفسها في الجنة ولكنه الرجل نفسه بالروح نفسها والزوجة سوف تبدو بآلاف الهيئات المختلفة ولكنها ستظل المرأة نفسها بالروح نفسها